من جديد تتصدر سجون العراق تقارير المنظمات الدولية توثيقا ومطالبة ثم كشفا لما يجري داخلها منظمة هيومن رايس ووش كشفت في تقرير لها أن مركز اعتقال سري شرق الموصل يديره جهاز الأمن الوطني المرتبط مباشرة بمكتب حيدر العبادي المنظمة وثقت وجود أكثر من أربعمائة معتقل في زنزانات مكتظة وظروف لا يمكن معها العيش رغم نفي السلطات مرارا وجود مثل هذه المراكز لكن مع توثيق منظمة اعترف الأمن الوطني بوجود سجن الموصل الذي يضم معتقلين لأكثر من سنتين من دون محاكمات أو تحقيق أو حتى إعلام أسرهم بأماكن احتجازهم هذا كله في جهاز استخباراتي بحت تقول عنه الحكومة إنه لا يحق له احتجاز أي شخص أكثر من ثمانين واربعين ساعة أحد الناجين من المعتقل نقلت عنه المنظمة وصفه للظروف هناك بالمروعة جراء التعذيب الشديد الذي يتعرض له المعتقلون ويصل أحيانا إلى حد الموت كما أنهم لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارة عائلية بالإضافة إلى اكتظاظ الزنزانات وانتشار الأمراض بين المعتقلين فيما يقتصر حضور الطبيب على وجود حالة وفاة وهو ما اعترفت به السلطات الحكومية هيوم الرئيس ووش نقلت عن ضباط استخبارات قولهم إن الكثير من السجناء أبرياء لكن آلية التحقيق والإفراج بطيئة للغاية نظرا للكم الهائل لقضايا المتهمين بالإرهاب في الموصل كما طالبت المنظمة بضمان وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز وحصول جميع المعتقلين على استشارة قانونية بما في ذلك أثناء الاستجواب وأن يتم نقلهم إلى أماكن يسهل الوصول إليها من قبل المفتشين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين تقرير المنظمة لم يأتي بجديد لكنه كشف جزءا من سلسلة سجون سرية منتشرة في عموم العراق تخفي خلف أسوارها قصصا ومآسي جاءت بها الديمقراطية على الطريقة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر